المشاهد الجميلة اللي شايفينها على الهواء مباشرة من استاد القاهرة الدولي وتوافد عدد كبير جدا من جماهير الاهلي قبل ما يقرب من حوالي اكتر من خمس ست ساعات يمكن البوابات فتحت حوالي ساعة اثنين الظهر والمباراة ساعة تسعة لكن جماهير الاهلي دائما بتصنع الحدث الناس موجودة في الاستاد من الساعة اثنين التالتة شمال الجزء الاسفل من تحت بالكامل ممتلئ من قبل موعد المباراة مثلا بحوالي اكتر من خمس ست ساعات حضور جماهيري كبير جدا النهاردة استاد القاهرة الدولي هيكون كامل العدد ما يقرب من ستين سبعين الف مشجع هيكون في استاد القاهرة للمساندة والمؤازرة والدعم النهاردة بإذن الله هيكون فيه كارنفال وسيمفونية في استاد القاهرة من جماهير النادي الاهلي اللي دائما وابدا بتضرب المسهل في التشجيع المثالي في كل المباراة الافريقية ولو نرجع كده الخطوات لوارا شوية يوم الاتحاد الافريقي استحدث جايزة لأفضل جمهور والجمهور اللي ليه تأثير في الملاعب الافريقية كان جمهور الاهلي بصوا اللي طلع على الشاشة دي قدامكم راجل كبير في السن ربنا يدي له الصحة الله يعطيك الصحة والعافية يا حج رايح الاستاد هو والأسرة شباب وبنات ستات ورجالة الكل بلا استثناء بس أنا بركز يعني يا ريك ترجع له الصورة تاني يعني شوفوا يا جماعة حب الاهلي حب الكورة حب البلد وصل لأي مرحلة ربنا يدي له الصحة ماشي وبيحاول يوصل للاستاد وعايز يروح يشجع ورايح من بدري وشوفوا الشباب الأطفال يعني كل الأعمار السنية النهاردة كلها موجودة في استاد القاهرة للتشجيع والمساندة لبطل افريقيا الدائم في القرى الافريقية صاحب الرصيد الأعلى من الألقاب القرية النادي الاهلي صاحب الفوز بيزيل بطولة عشر مرات الاهلي النهاردة بيلعب رقم ست يعني بيلعب الفاينال رقم ستاشر عدد مباراة كبير جدا اللقطة دي ما يفعش أعديها يا جماعة اللقطة دي النهاردة هي تريند على فكرة ربنا يديك الصحة يا حج وتفرح وبتتسنت بقى على ابنك وعلى حفيدك يعني إن شاء الله بإذن الله يعني كلكم تفرحوا النهاردة وتسعدوا بالنادي الاهلي إن شاء الله بإذن الله طيب النهاردة عندنا كوالس كتير جدا وهنتكلم على الأجواء في استاد القاهرة وكمان هنتكلم على أجواء فندق إقامة أهل النهاردة عندي أخبار مهمة جدا من معسكر إقامة الأهل ومعسكر فندق الأهلي وإزاي الفريق استعد لمباراة بكرة لكن محيط استاد القاهرة الدولي وزي ما تشايفين على الشاشة توفض الجماهير للوصول إلى مدرجات الاستاد من كل الجوانب بقى يمكن الجانب ده مثلا متعلق بالدرجة الثالثة من شوية كانوا عندنا القادرات ولقطات من ناحية مسجد الرشداني البوابة الرئيسية الرئيسية